مرحبا فيكم عن جديد مشاهدينا لمتابعة باقي فقراتنا جورج اجيك كثير غزل اليوم على اللوك والبدلة صحيح شو تعليقك على الموضوع هلأ بكعب الصفحة بكتب خلينا نشوف خلينا نشوف رأي دانا الامج اندفعشون كونسلتن دايما بفقرة موضة نهار التانين بتكون معنا ملو دانا صباح الخير بونجور نحنا مني نسئين بشكل كثير حلو انه انت لبسي اقل كاجول من جورج انه كتير حلوين الالوان مع بعض نعم يعني اخذنا الجواب خلص موضبوط وانا كمان بدي اتغزل فيك يعني اقلك انه انت الستايت طبعك دايما انبوين وشعراتك طبق الا تحت الهواء انه حلوين طوليون فانتو شو رأيكم مشاهدينا انا بقول لعالم فش خلق بشعره شي اصير شي طويل انه تغيير حلو الطويل حلو تغيير اكيد صحيح يلا نشوف اليوم بهيد الفقرة رح نكون عام نعمل سوا ستايلينج للوكس كتير رح يكونوا درجين بفصل الشدة صباح الخير واهلا وسهلا فيكن هيد الحلقة للاشخاص العمليين او البراكتكال بيبل يلي بيركدوا كل النهار بيروحوا عالشغل وعبالوا يفتحوا خزانتهم ويلاقوها منظمة بطريقة معينة ليقدروا يلبسوا شي حلو وانترند رح بلش وراي وقالكم كم اطعب الخزانة كيف فينا نعملها ستايلينج بمجرد ما نشوفها يعني مثل تقريبا قاعدة او رول ما بدي حدا يقول هولي رولز انا حطيتهم او الموضة حطتهم انما هولي خيارات فيهم يكونوا ميكست انماتش بطريقة كتير حلوة مع بعض وراي رح بلش بالستار اف دا سيزان وهن النيت دريسز او الفساطين الصوف اذا نحنا من الاشخاص يلي عنا فستان صوف بالخزان كان ديق وتويل ديق او قصير او حتى افازي او واسع شوي على منطقة الوراك والخصير فينا نكون عم نعمل له ستايلينج بهالطريقة وهي نضيف لإلو leather jacket و boots باول سورة عم نشوف هال tight bodycon dress بالصوف باللون الابيض من زيت فوقه leather jacket و boot اصير بتاني سورة عم نشوفه شوي اكتر dress up لانه الفستان اوسع بنكزه وشوز كعبه عالي وملبوس عليه كمان jacket جلد وبتالت سورة عم نشوف هال brown color يلي كمان منه الالوان اللي كتير حلوة ومستخدمة كتير بفصل الشتة والعالم بتحب ان كان من الفساطين jacket, nail polish او حتى lipstick كمان عملنا styling لها dress باخر صورة معه leather jacket و boots كمان leather باللون ال brown سو ازا نحنا عنا فستان صوف بخزانتنا اول شي بنعمله بنزدله jacket جلد وبوت بالجلد كمان راح روح لعند another way لنعمل styling للقطع يلي بخزانتنا وهي اذا نحنا من الاشخاص اللي منحب leggings او tights بفصل الشتة ومحتارين شو بدنا نلبسه بالاخص بالايام يلي فيها برد عطول نجيب هال padded jacket يلي هي كأنها capitونية وهيك منحس إليها نقشة معينة كتير trendy وكتير درجة ومنحطة مع هال leggings ومنلبس بإجرنا حيال لنوع من الشوز loafers بيزبط sneakers بيزبط وال boots بيزبط هيك فينا نلبس تحت شو ما بدنا ونكون كتير مرتاحين ومدفيين و super on trend عم نشوف تليتي options ما عملها هال jacket styling مع different shoes و different style شعر و bag إنما الشي المشترك بهال تليت صور قديش هو comfortable هال look ومنحس إنه مرتاحين وفينا نروح إذا مسافرين أو حيالة محال بدنا ونحنا ومعتمدين هيدا التrend رح كفى كمان لعند طريقة تانية لlook تانية منعمل له styling بفصل الشتة إذا نحنا من الأشخاص يلي عنا أكيد sweats و joggers و sets بخزانتنا مريحين فينا نكون عطول عام نزيد لهم الفاست أكيد فينا نكون عام نزيد جاكات و blazer و شو ما بدنا بخزانتنا إنما الفاست تعطيهم هيك style معيان ومبين كتير trendy ورايا عم نشوف ثلاثة options لسويت بانت سواهودي هول اللوكس كتير حلوين لأنه إذا نحنا منروح على الأفاس والأفاس مش كتير مش بيبانك و مش بيشغل كتير فورمل فينا نكون عم نعتمد هيدا اللوع من اللوكس وبنفس الوقت إذا ظاهرين كليوم رايحين على المال عنا غدا و running around فينا نكون عم نلبس حيالا سويت بانت عنا ياهن منسقين مع colors أو mixing and matching ونحط لهم هالجليل puffer الأصيرة بأول صورة عم نشوف هاللون الأبيض مع هالفاست باللون الأسود أنا شخصيا كنت حطيت فاست باللون الأبيض لأنه حلو أحيان الwhite on white on white بالشتة بيتاني صورة هالجري color مع هالفاست باللون الگرين مع هالبيني أو الهات باللون الگرين كمان وبتالت صورة degradation of grays مع هالبلاك puffer يلي هي أطول شوي من التانيين اللي بالسور القبل راح كفة كمان لعند طريقة تانية نعمل فيها styling للغراض يلي هنه أورادي بخزانتنا ومش عم نعرف كيف نلبسهم راح روح لعند لوك تاني وهو كمان joggers وكمان كل شي comfortable إنما هالمرة مع كوت طويل الحلو كتير بالجوغرز وباللوك يلي هنه مريحين إنه صار فينا نلعب شوي على الاليفيشن طبعا صار فينا نلبسهم إنما إذا منحط لهم كوت طويل عم نبين إنه عم نعمل هاللوك شوي dress up أكتر وهالشي بيخلينا نروح فيها على محلات أكتر formal إذا بدنا بأول صورة عم نشوف هالسات يلي هي باللون الأخضر هودي وجوغرز ومحتوط فوق هالكوت in black color هاللوك بيعطينا دفع وهيك كتير coffee on the go وجزدين مريح بينحط بقلب غرادنا وسنيكرز فينا نحط بوتس بهيدا الكيس ويطلع شوي اللوك أكتر elevated ودرست بيتاني سورة عم نشوف هال black joggers مع البلاك هودي إنما منسق مع هال camel coat أو الكوت باللون البنية يلي كمان هو طويل كمان محتوط styling مع هالباق يلي باللون الأسود إلى element باللون الgold وبوتس رينجر باللون الأسود وبتالت سورة وآخر وحدة هون عم نشوف كمان هالست يلي شفناها قبل شوي باللون الأبيض ونسقناها مع فاست هون عم نشوف ها باللون الأبيض إنما منسق مع leather coat أنا بين هول three options أحلى واحد عندي الأبيض والأسود لأنه هيك عاطي contrast حلو والجاكات اللذر الطويلة إلى رهجة أنا كتير بحبها شخصيا رح نكفي لعند look تاني وstyle تاني وأنا هيدا الstyle كتير بعتمده بالشطة لإدفة يعني بس بهرب من styling وبهرب من السقعة وبلبس أكبر puffer jacket عندي إياها بالخزانة مع دنم الحلو كتير إنه puffer jacket درجين كتير كل ما كبروا كل ما درجين أكتر الحلو فيهون شغلتين أول option إنه فينا نكون عم نلبس تحتهم شو ما بدنا وما حدا يعملنا جودجين وما حدا يسألنا شو لابسين تحت الجاكات ونضلنا مبكلينة وفينا بنفس الوقت ندفة ونكون easy to go على الطريق بالأخص إذا مسافرين وراي بأول صورة هال classic jeans باللون البلو مع بوتس كتير مريح مع puffer jacket باللون الأسود وبتاني صورة عم نشوف كمان هال denim in light blue وهال جاكات كمان in light blue كتير واسعة منسقة مع هال white sneakers وال black bag وبتالت صورة وهي أحلى صورة لإليه من هيدا set of pictures هي هال puffer jacket اللي باللون ال pink كتير bright كتير حلوة وهيك بتفرحنا إذا لابسينا بحس الانرجي طبعا لنهار حيكون مختلف إذا حطين هال pink puffer مع هال flared leg jeans باللون الأزرق الغامل إذا نحنا من الأشخاص اللي منحب هالجاكتات رحق لكم trick فينا نكون عم نروح على الإسم الرجالي من الستور ونشتري هالجاكت بسايز small إذا بدنا إياها تطلع شوي exaggerated أو oversized رحكفي كمان لعند آخر styling لليوم وهي leggings وبلايزر leggings والبلايزر أنا من أكتر styles بحبهم بالشطة أول شي منقدر نعملهم styling بطرق كتير مختلفة وعديدة يعني فينا نلبس leggings T-shirt وسنيكر مثل ما نشوف بأول صورة فينا بتاني صورة نلبس إنما بميكس and match of monochrome colors أو الألوان يلي جايين راب من بعد الحلو بهاللوك إنه بيعطي street look وعننا كتير طرق فينا نزيد عليها أو نضيف accessories يلي بتخلي هاللوك يكون كتير fashionably correct بتاني صورة هال degradations of greens أو olive كتير حلوين مع هال sneakers باق مريحة باللون البيج هيدا اللوك كتير instagram friendly ومنشوف إنه كتير من الفلوينس والسليبريتز بيعتمدوا هالطريقة من اللوك لأنه كتير أستاتيك وكتير حلو شكله بإخر صورة عمشوف هال black leggings مع هال blazer لبلاك وهال white t-shirt على فكرة إذا منشيل السنيكرز على جنب ومنشيل السوكس فينا أو محال إلو علاقة بالشغل يلي بدو ان الفيتد لوك أو شوي أقرب لأنه يكون فورمل مما إنه يكون هيك كتير casual ومع سنيكرز ومع سوكس إن شاء الله تكونوا حبيته بعد عنا لوك قبل ما تكونوا حبيته لكان بعد عنا آخر لوك لليوم وهو إذا عنا leather pants بالخزانة عطول نحط بالمحليات اليوم اللي عم بيبيعوهن بيجي كتير فيهن بوليستر ولقماشي شوي بتشوب بس ما بتدف ما بعرف إذا عم تفهموا علي فإذا نحنا من الأشخاص يلي محبين للجاكت يلي بتدف من الجاكت المناسبة لأنه نعتمدها بهالشته إنما إذا عابلنا نبين كمان ترندي و إنستجرام بنفس الوقت فينا ننسق هالبانتس الجلد يلي عنا بالخزانة مع هيدا النوع من الجاكت لأنه شكلها كتير حلوية وبتبين هيك طفر بس بنفس الوقت جلد وفيها أبشن تاني من القماش يلي هو يلي بيجي من قلبها أنا شخصيا بيستبدل هالجاكت إذا بدي استبدلها بجاكت من قماش تصوف لأنه بتدفي أكتر ويكون فيها هيك فليس أو فلف فابريك يلي هو كمان من الصوف أو بوكلة بهالثلاث سوار عم نشوف قدي هالثلاث هالثلاث أوبشن أو ثري لوكس أول شي شكلهم كتير بدفي تالي شي شكلهم كتير حلو وكتير ترندي وإذا نحنا من محبي الجلد والبانتس أو عم بتحبوا هولي الستايلين انشاء الله تكونوا عم بتلقوه سهلين بنفس الوقت وما عم بتتعذبوا وعم بتتذكرون ويور سيفين الأبيزود ستبع مورنين تاك للفاشن سيجمنت لحتى تعرفوا شو عم بيصير جديد بعالم الموضة شكرا 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 جديد دايما بعالم الموضة عن جد نشوفه قديش يعني بيتطور كتير وفيك سيجمنت اللي ما رأوا فيها لجنز إذا أنا عندي درس بلايزر خليني أعتبره بلايزر درس وهو قد فورمل واسير كتير في حلة بأنه حطله لجنز بس بركي بد يكون غير هيدا أكيد السؤال كتير حلو فينا حلة بيتو أبشنز حطله لجنز ويبين انه لجنز يعني يبين كأنه لجنز دايق وفكأنه جاكات فوقه يعني يعني تكري بيين فورمل وحلو وانه نشتري كلان يكون كتير كتير سميك ونلبس على بوت هيك بيين بلايزر بس كمان ادرس بس من نزعله الفورماليتي طبعا انا عندي سؤال لفتني كتير آخر سلايد اللي بتحكي فيه عن اللذر وخصوص البانت وخليني اطرح سؤال انه اللذر عادة تريكي شفت كتير كنت عم بشوف بالسنوات هيك الماضية شباب عم بيلبسوا لذر بانت وكتير اشخاص بقولوا انه لأ الشاب يلبس لذر بانت هلأ سؤالي هو اي شباب اي أجسام شباب بيقدروا يلبسوا لذر بانت لذر بانت تريكي ومعك حق بهالسؤال وانا اذا شخصيا للشباب بروح لأوبشن واحد وهو مبروح بدي يكون جسمون متناسق ما بهم شو تيب جسمون انما بدي يكون متناسق يعني حدا كتير ضعيف من تحت وكتافه اعرض افضل انه مايلبس شي لافت للنظر من تحت وبعكس صحيح اذا من هون اعرض مالكتاف كمان ما لازم يلبس شي لحتى يضوع لي فانا بقول انه كل شي بيلبق لكل الاشخاص اذا الجسم متناسق من فوق لتحت انا شو بقدر لبس اكيد اكيد بس بتجيب انت فتلة اللي منا كتير سلم منا كتير ريجلر كأنه بويفرند بالبنات بس على جلد اكيد بيطلع مع هودي اذا بدك ومع جاكات جلد فوق مثل بمبر شكرا دانا اللي منفهم انك انت غرت من انه لبك البنات لا بس لانه بشوف كتير شباب بيلبسوا بحس حلوين عليهم بس انا ببقى حالي بس اذا ببقى هيك بدي اغير ستايل بحب اوقات تلبوس قصص انا ما بشوفها بحالي بس اتلاع تتلع سير ستريت انا بتلاقي option للعالم شكرا يلا بريك ونرجع مشاهدينا انا بشاجعك